بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحب بكم طلابي وطالباتي في مقرر الكياس والتكويم والمقرر إن شاء الله يتضمن عدة وحدات هنبدأ بالوحدة الأولى اللي هي الكياس والتكويم المفاهيم والأدوات أول حاجة نبدأ بيها لازم أن نحن نتعرف على محتوية هذا الفصل هنتناول هذا المحتوى لعدة محاضرات الموضوعات عبارة عن مفهوم الكياس والتكويم والفرق بينهما ثم أهداف التكويم وأنواعه والخصائص الخاصة بالتكويم ثم في النهاية بنأتي لمراحل التكويم خلينا نروح على الموضوع الأول اللي هو المتعلق به بالمفاهيم الكياس والتكويم طبعا إحنا عندنا مصطلح زي الكياس مصطلح زي التكييم مصطلح زي التكويم أهم حاجة نحن نعرف الفرق بين الكياس والتكويم لأن بين العمليتين الكياس والتكويم بتحدث العملية اللي في النص اللي هي عملية التكييم أو التشخيص الكياس هو أعطاء تقدير كمي لصفة أو خاصية معينة عن طريق مقارنته بوحدة متفكة عليها لما يجي أوزن شخص معين أجيب الميزان يبنى بعطيله رقم معين يعبر عن هذا الوزن عن طريق مقارنته بوحدة معيارة أما التكويم هو الحكم على مدى تحقق الأهداف ولذلك مهم جدا أن نتناول في البداية إيه اللي نعرف عن الكياس والتكويم إيه اللي نعرفه وإيه اللي نتعلمه من خلال هذا المقرر وده اللي يتضح لنا خلال المحاضرات القادمة تعالوا نروح لأهداف التكويم عندنا هناك عدة أهداف للتكويم أول هدف أنه بيساعد المعلم على تحقيق الأهداف الطربوية بيساعد المعلم على تحقيق الأهداف الطربوية بيساعدوا في تشخيل صعوبات التعلم لدى المتعلمين الموجودين في القاعدة الدراسية يساعدوا على أعداد التكارير الدورية الخاصة بالطلاب كما يساعد المعلم على معرفة جوانب النمو لدى طلابه وبيساعدوا على جمع البيانات اللي تقدر توضح له درجة التقدم أو التأخر الخاصة بالطلاب أو التلاميذ ثم آخر نقطة بتساعد التكويم أن يمد المعلم بالطرق المتنوعة اللي تساعدوا على الاستسكار والتحصيل يبقى هنا عدة أهداف تتعلق بالمعلم وهناك الهدف الأخير يتعلق بالمتعلم بكده يبقى تعرفنا على تعريف الكياس والتكويم والفرق بينهما ثم أهداف التكويم أشكركم ونلتكي في محضرة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة